ما الوظائف الأساسية التي تؤديها اللغة العربية؟ في حياتنا نحن من يتحدث بها ويستخدمها؟ هناك مجموعة من الوظائف الأساسية التي لا بد أن تكون على وعي وعلم بها كمعلم للغة العربي تشمل هذه الوظائف أولاً وظيفة التعبير فاللغة العربية هي أداة الأفراد للتعبير عن ذاتهم والإفصاح عن حاجاتهم وهي وسيلتهم الأولى في ترجمة أفكارهم وفي إظهار مشاعرهم وفي بيان رغباتهم بوضوح هذه الوظيفة التعبيرية للغة تلازم الإنسان منذ مولده وتتدرج معه حسب مستويات نطجه اللغوي وتظل هذه الوظيفة مصاحبة له على مدى حياته كله أيضاً من وظائف اللغة وظيفة التواصل اللغة العربية هي أداة الاتصال بين الفرد والفرد وبين الأفراد والمجتمع فعن طريقها يتصل الفرد بغيره من أفراد المجتمع ويتصل المجتمع بأفراده ولذلك تكاد تكون وظيفة التواصل هي أول ما يعرضه الباحثون من وظائف اللغة لماذا؟ لأنها أوسع وظائف اللغة نطاقاً وأشدها بالفرد التساقاً وأقواها على المجتمع أثراً هناك ثالثاً وظيفة التعلم ما المقصود بوظيفة التعلم؟ اللغة العربية هي وسيلة الإنسان في اكتساب المعارف والمعلومات وهي وسيلته في تعلم كل جديد فاللغة هي حاملة المعارف من جيل إلى جيل وهي وسيلة المعلم في نقل المعلومات إلى المتعلمين وهي وسيلة الكاتب في إيصال مضمون الرسالة إلى القارئ فاللغة بذلك تشكل صلب مواقف التعلم في الحياة لا يمكن أن يتم تعلم إلا من خلال اللغة اللغة أيضاً من وظائفها التخيل تنمية الخيال فاللغة هي أداة الإنسان في التفكير والخيال جزء أصيل من تفكير الإنسان إن الخيال يوسع من مدارك المتعلمين ويبسط في أفكارهم وتخيلاتهم والإنسان هو الكائن الوحيد الذي يستخدم اللغة لكي يبدع بها عوالم جديدة تماماً في الأدب والشعر وفي الفنون المختلفة وهو وحده القادر على أن يوظف كل ما في اللغة من طاقات بيانية توفرها اللغة العربية للإبداع كذلك من وظائف اللغة المهمة الاستمتاع فاللغة مجال للتزوق وأداة له فالإنسان يتذوق باللغة كما يفكر بها ولذلك فإن الاستمتاع والتزوق ينظر إليهما باعتبارهما وظيفة أساسية لللغة هي وظيفة وجدانية فاللغة من الناحية الوجدانية أو الناحية النفسية أو الناحية الشعورية هي أداة القول الجميل ولذلك قيل إن من البيان لسحة ووسيلة اللغة في ذلك التعبير الجيد الجميل الذي يؤثر في الناس ولذلك ترتبط اللغة بالاستمتاع والتزوق من ناحية أن اللغة وحدها تعبر عن الحالات النفسية التي يمر بها الإنسان من ألم ورضى وصرور وحزن وإقبال وإدبار وفيها يستخدم الإنسان اللغة للقراءة للاستمتاع بالأدب للاستمتاع بالرواية للاستمتاع بالشعر للاستمتاع بالمصرحية للتفاعل مع ما تبدعه قريحة الأدباء على مدار العصور اللغة العربية كذلك من وظائفها التدوين وهي الوظيفة التي تستخدم فيها اللغة لتسجيل وتدوين الأحداث والوقائع والأفكار والرسائل والحقوق والواجبات والأوامر والممتلكات يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إذن التدوين والكتابة من الوظائف الأساسية التي تستخدم فيها اللغة للتسجيل للحفاظ على الحقوق لنقل التراث من جيل إلى جيل وهذا جزء من الوظيفة الثقافية النفعية للغة أيضا من وظائف اللغة المهمة أنها أداة التفكير فاللغة هي وسيلة الإقناع العقلي وهي وسيلة التأثير النفسي وهي وسيلة التذوق الفني وهي وسيلة الفرض في التفكير الداخلي فالعالم الجواني لكل إنسان تستخدم فيه اللغة للتفكير لذلك يقول الباحثون أنه لا أفكار بلا ألفاظ فنحن نعيش باللغة ونفكر باللغة إذ لا يمكن من الناحية العقلية أن نفصل بين اللغة والفكر فاللغة تفكير منطوق والتفكير لغة صامتة أو كما يقول البعض أن التفكير كلام نفسي والكلام تفكير جهري وقد يكون هذا ما عناه الشاعر بقوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فاللغة هي جوهر التفكير وأداته وبقدر صراء الفرض المتعلم من الناحية اللغوية تكون قوة تفكيره واللغة بهذا الشكل أدات تعمل على تكوين العادات اللغوية العقلية والمدركات اللغوية ودقة الملاحظة اشتركوا في القناة